أحس أزبط أعمل عملية ضبط منظومة العمران في مصر طب ليه أنا كمان عايز أزبط هذا الملف؟ لأن طول ما الناس عمالتها تقاثر فوق بعض أنا بأعاني من أمراض أخرى بأتكلف بالمليارات فيها باقتراض وبمشاكل زي إيه؟ الثقافة، السلوك الإنساني، ثقافة الزحمة المشاكل الصحية، واخد برسي عدتك أنا لما بيبقى عندي عمرات مبنية على أراضي الزرعية أو مبنية بأرض اللوى دي حضرتك تلاقي الشوارع بأربعة متر وخمسة متر بدون صرف صحي ودي مشاكل أنا بأعاني منها وبتمثل لي ضغط كبير جدا على نظامي الصحي التعليم، المرور اللي بحله بزي ما قلت لك في مقدمة حديثي بالكباري والكلام ده فأصبحت مسألة أمن قومي ما نقدرش نتحمل الوضع أكتر من كده بس كده أنا في نفس ذات الحيز الورقة دي النشاط الاقتصادي نفسه أصبح محدود بالحيز ومش هعرف أوسع الأنشطة الاقتصادية أو أنوعها أو أكبرها وبالتالي الناس اللي جوه هنا هتفضل طول الوقت تحت وطأ اقتصادية كبرى ويا إما ما عندوش منفذ اقتصادي تنموي يقدر النهاردة يطلع نشاطه وحماسه فيه فهيعمل لك إيه؟ هيبقى مركز في إن هو إزاي وقت ما تغفل عنه يطلع بحاجة مخالفة النظام العام للدولة ما يمشيش معاه كده عشان كده إحنا مع الحكومة في مسألة الاشتراطات البنائية ولكن وحطت تحت لكن ده عشر خطور وده يمكن الدبيت اللي ما بيننا وما بين الحكومة وكثير من الناس سألوني تقصد بإيه لما قلت مع دولة رئيس مجلس ووظهر في الاجتماع وعدت وقررت في الجلسة العامة أننا أصبحنا الآن في حالة فجوة فكرية ما بين البرلمان وما بين الحكومة في مسألة الاشتراطات البنائية وكيف ليه فجوة فكرية رغم أن احنا متفقين على العنوان لأن لو أذكرك من أسبوعين جلسات العامة الجلسات الرقابية لوزير التنمية المحلية الحالي الجديد سيدة اللي هو شام أمنى ربنا يوفقه إن شاء الله والسابق الرجل الفضل اللي هو محمود شعراوي والدكتور عاصم الناس دي على مدار البرلمان الحالي والسنة الأخيرة من البرلمان السابق جلساتهم ما فيش كلام معاهم طول اليوم من كل نواب مصر إلا في حدوطة الاشتراطات البنائية ووقف البناء إذن فأنت أمام حالة لا يمكن أن أنت لأن لو ما تجوابتش معاي بقى أنت عندك حالة إنقار ودي مسألة في منتهى الخطورة حالة إنقار ما بين دول ممثلين الشعب وبعدين لما بيتكلموا في مساء العامة ده ما بيتكلمكش في حطة أرض بتاعته ولا بيت بتاعته لا حالة عامة على العموان فهنا لازم نقف نقول لو الله خلي بالك إحنا كده محتاجين نقرب طالما متفقين في المبدأ والإطار محتاجين نقرب مع بعض حول الوسائل والأدوات والأليات اللي تحكمنا لتطبيق هذا الأمر عشان ما نسبقش مين اللي سبقنا عشان ما نحصرش اللي سبقنا فمنيجي نقول إيه نقول له الله طيب أنت جيت في حياة كريمة وقلت إن 60% من القرى أو 60% من الشعب المصري ومثل القرى طب هنا القرى أصبحت محتاجة إن أهلنا فيها يبنوا هم هم مش هيروحوا ياخدوا في الإسكان الاجتماعي اللي أنت نجحت في إنك تعمله في المدن صحيح وكل التحية للحكومة عفعاليه لأن أنت في المدن والمراكز والأحياء الحضر بنامط إسكان حضري وحلتها بشكل جيد ولازم في كل مرة نحيي الحكومة نحيي في خامة رئيس الجمهورية لأنها إرادة سياسية فريدة بقى عندي الأصمرات موجودة بشاير الخير إسكان الاجتماعي دار مصر الحقيقة عملت حزم كفيرة جدا وعملت جود في الأداء صحيح يعني إيه ولما بقول بتجود في مسألة كمان الفاسيليتز بتاعة السادات لكن هنا في 60% تنين بقى نمط الإسكان الريفي نمط الإسكان الريفي وفقاً للخريطة الصناعية اللي إحنا رئنا نشف عليها أنا أقدر أعمل في الأقليم ده أو في القرية دي استناداً للنسب الميزة النسبية اللي موجودة فيها المصنع الفلاني ما بقول لكش أنت تعمله اطرحه اطرح الرخصة بس خلصة على غرار الرخصة الزهبية اللي مفخمت الرئيس قالها للنائب السويدي واخد بال حدك ليه؟ واحد ييجي جاهز على طول ما يعودش يلف في الحتة دي مصنع علف في الحتة دي مصنع حاجات طبية زي اللي إنت عامله في بني سويف وهكذا وتبقى واخدة الحقيقة الرعاية لأن إحنا عارفين إن إحنا عندنا مشاكل لازم نعترف عندنا مشاكل في إن إحنا نقدر نطلع والمستثمر يلف على الجهات فأنا عايز حاجة خالصة ييجي يجهز معايا لو استطعت إن إنت تعمل الكلام ده ما عندناش فيها مشكلة طب مش قادر يبقى لابده إن إنت تتعامل مع الحيز العمراني القروي ودي النقطة اللي إحنا محتاجين لسه عندي كان تليفون مبيني ومبيني أحد قيادات الإسكان مهاردة صبح نقرف فيها المسافة فكر البرلمان في تغيير الحيز العمراني مش إن إنت تتوسع من هنا ويجي لك التاني يقول لك شو معنى وسعت من هنا لا وسعت من هنا لا 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 ده مبنية على معايير علمية نحددها مع بعض واخذها لأن إنت لو ما حلتهاش وياخد عليها فلوس الدولة تحصل فلوس كمان يعني مش حيز ببلاش أو مش هغير الحيز ببلاش طب دي بقى نقطة فعلا مهمة